وانا برد على كتير قوي من اللي طلبوا استشارات خاصة مني لاحظت ان فيه سؤال بيتكرر كتير قوي وهو امتى بالزبط كده وليه كمان اقنعنا قبل ما تقولنا امتى ما ردش على شخص انا مرتبط او مرتبطة بي ايه الاوقات اللي ضروري واجب عليك ولازم ان انت لا تسأل عليه ولو حتى هو بعتلك لازم ما تردش عليه هنفهم الموضوع ده قوي ويلا بينا اهلا بعجمة الناس في الدنيا بالمناسبة كده يعني ركم الاستشارات الخاصة موجود فيه وصف الفيديو اول تعليق اللي حابب ان هو يتواصل معايا شخصيا او ياخد استشارة خاصة برحب بيكم في البداية وعدم اللي مشتركش ان هو يشترك عشان يتابع معنا المواقف التالية المواقف دي لا تسأل ولا ترد على الاقل على طول اول حاجة لما يكون بيستهبل وبيستعبط وغايب بقاله فترة بدون علمك حتى لو عنده ظروف حتى لو بيته تهد وبناه من جديد اللي بيحب بيعرف حبيبه قبل ما يغيب اللي بيحب بيعرف حبيبه او اللي يهمه قبل ما يغيب ليه؟ سؤال منطقي اجاوبك واقناعك او بالعال لان اللي بيحبك بيخاف قوي على قلقك وتوترك وزعلك وحزنك ودمعتك وازاك النفسي مدام هو بيخاف على كل دول وعارف ان انت هيحصل لك كل دول لو هو غاب من غير ما انت او من غير ما هو يقولك اكيد هيقولك صح وانا بتكلم غلط يعني مدام هو عارف ان غيابه فجأة بدون علمك ده هيعملك ازا نفسي وهو المفروض بيخاف عليك المفروض كان يعرفك بشكل او باخر قبل ما يفكر ان هو يغيب ما فيش اختلاف اطلاقا في النقطة دي يبقى في الحالة دي انت هترد تقولي تم انا ببقى عايز او انا عايزة ان انا تطمن ماشي انت عايز ان انت تطمن هو بقى لما يرجع يكلمك بعد كده يعني هو غاب له فترة يومين ثلاثة اسبوع شهرين خمس ست شهور وجاي يكلمك المفروض ما تردش عليه المفروض انت في الوقت ده ما تردش عليه هو ردك عليه يدي مسج قوي قوي اعمل يا روحي مهما تعمل واول اول ما لقيت جاي من بعيد افتح لك الباب وانسى كل اللي انت عملته فاستمر وافضل اعمل افضل اعمل اللي انت بتعمله ده في الحالة دي المفروض انت ما تردش في الحالة دي طبيعا من دلوقتي اطفش الراجل مني يعني اما انا بحبه برضو او اطفش الست مني انا ما قلت لكش اعمل بلوك انا بقولك ما تردش في الوقت او من اول مرة هنا لازم اتقل صنعه ومطلوب قوي مرة واثنين وثلاثة وعشرة انجاز التعبير كمان على ما تبدأ انت زي ما احنا بنقول تدي له رقح له نصيحة حتى لو انت معود اللي معاك على عكس كده ابدأ من دلوقتي ابدأ من نهاردة سدقني مش عيب ان انت تغلط العيب ان انت تستمر في الغلط الموقف التاني بقى او الحالة التانية لما يغلط فيك ويحاول يراضيك شوفوا النغم بقى الشعر اللي ماشي مع بعضه ده غلط فيك بدون سبب الكلام والنبي يتخذ على بعضه بدون سبب غلط فيك تمام فازعلت او قفلته او مشيت او نهيته اللقاء ايا كان وضع الموقف اللي انتو فيه فجاي يراضي ويعتذر ما تردش من اول مرة على الاقل على الاقل لو انت مدلوق او يبقى من تاني او تالت مرة هنا بتعمل لنفسك كرامة هنا بتعمل لنفسك شخصية قدام الطرف ده او الشخص ده المطلوبة جدا بين المرتبطين في البدايات وما بعد البدايات حتى لو اتنين متجوزين عشان تبقوا فاهمين برضو في الموقف ده لا وان رضيت في تاني او تالت او رابع مرة يبقى عينة بقاوي لو انت قدرت تعمل كده وتوصل لربع مرة يعني يعني الرد برضو يبقى في الحدود ما تجيبش كل اللي عندك كده وما تعتبش يعني ما تقولوش زعلتا ومنك عشان انت ما هو في ناس وقت العتاب تعيا تعيا من جوه كده لو ما جابتش الاسباب اللي خلتني زعلان ويه انت عملت هو مش عارف انا عايزة اسأل سؤال انت يا اللي بتعاتب او انت هو اللي انت بتعاتبه ده مش عارف كل اللي انت هتقوله انت جبت حاجة جديدة طب انت بتقول ليه ما هو عارف ما هو عارف ما لوش لازمه الا لو هو بقى اللي تكلم معاك وفتح معاك وقالك وحسيت انه عايز وجهة نظرك وعايزك تتكلم هنا بقى يختلف الهم وانا البابل الطائق كده يبقى غلطان فيك ويرن قالوا ايوة حبيبي معلش لا والله انت كنت عامل كذا وكذا وانا زي شخصية فيستك اي كلام الامانة يعني الموقف اللي بعد كده لما يحسسك انك اخر اهتماماته يعني الاول يوم من نوم يدخل الحمام ويغير ويفطر ويعمل الاستباحة وبعد كده يروح الشغل وبعد كده ينزل النادي وبعد كده يروح يلف بالعربية شوية في الشوارع وبعد كده يروح يقعد مع اصحابه وبعد كده يروح مش عارف يعمل ايه ويقابل النوم بقى قابل ما نام بقى ارن بقى على الطرف اللي انا مرتبط به انت هنا اخر اهتمامات تب ازايا نعرف ان انا مش اخر اهتمامات الشخصي ده يكلمك في كل اوقات اليوم مايبقاش يوم معين مايبقاش قصدي وقت معين يعني واحد مثلا ما بيرنش غير الساعة اتنين بالليل اقلق او اقلقي طبعا واحد هي الساعة اتناشر هو الوقت ده ما انت كده اخر اهتماماته يعني انت كده لا ده لازم مرة الصبح مرة مرة الظهر مرة بالليل مرة في نص اليوم لازم لازم انما سيستم معين كده ده معناه ايه ان انت فيه يعني انت اخر حاجة بصوا جماعة الحب ده والتعلق ده حاجة كبيرة او يعني انا دلوقتي لو مرتبط ببنت اوه ادي مثال على نفسي بالمنطق واي منه المفروض اول حاجة بتيجي في بالي هي اجي فتح الموبايل اشوف فيه مسيج منها ولا لا ولو ما فيش ابعد صباح الخير بحبك وحاشتيني ارن عليها اقول لا انا بس احبيت اسمع صوتك هو كده هو الحب الحقيقي او الجدية او التعلق بيبقى كده عشان ما نتحكش على بعض يعني الموقف اللي بعد كده لما تحس بتعالي في الكلام بينكم يعني الشخص ده لما بتتكلم ودايما ما حسسك ان انت مواطن من الدرجة التانية بني ادم من الدرجة التانية بشكل بقى مباشر او غير مباشر يعني مش هتفرق كتير المهم من الاحساس وصل لك هنا عشان نكسر الحتة دي عنده لازم مش كل ما يكلمك او يرن او يسأل انت زي لهبل ترد وتجاوب وتستجيب وكل ما يغيب عنك ديتين تهد الدنيا عشان توصله ويرد عليك ده الموقف اللي بعد كده الموقف اللي بعد كده لما تحس بتبارد في الكلام احنا بنحب بعض اول ما بنتكلم المشاعر بتولع ده المفروض حس كده بالانفاس وتحس كده بالحاجات يعني للأسف انا مش حبيب قديم الجماعة الحبيبة بقى هما اللي شرحونا نقطة الانفاس دي مش كده هي مكتوبة كده يعني بتحس بالانفاس فانا مش حبيب فاللي حبيب يشرح لنا دي معناها ايه فاذا حسيت من الطرف بتبارد وبرد في الكلام بالزاد في الكلام اللي هو المفروض يعني بتعمل شعر شوزع وحشتيني زي ما تبعدش عني زي بحبك فبيقابل ده بتبارد وبرد هنا يا معلم او يا معلمة لازم تتقل هنا لازم ما تردش على طول هنا لازم ما تسألش كتير المواقف دي لو فاتت على حد فاي علاقة مهما كان يعني لو في حد مرتبط مع حد بيعمل حاجة من الحاجات دي او بيعمل كل الحاجات دي وهو ما بيطبقش النصيحة بتاعة حلعت النهاد ده هيخسر كتير اوي هيخسر كتير اوي وهيغني ظلموه يقول ياريت اللي جرى مكان انا قلتلك ممكن في التعليقات دلوقتي حد يقول لي يعني أنا والله يعني ما كنتش بعمل ده قبل كده وأنا لسه هبدأ أعمل أي وقع أنا قلتلك قبل كده مش عيب أن أنت تغلط بس العيب أن أنت تعرف الصح وتستمر في الغلط أنا عايز بقى تقولولي في التعليقات كالعادة أنا أحب المشاركة قوي رجع اللايك وشير حلقة من الحلقات اللي هتجاوب على كتير قوم الأسئلة فساعدوني باللايك اغبط اللايك المتين وعملوا الشير على قد ما تقدروا كل حد دلوقتي يكتب لي في كم حاجة من الحاجات دي بيعملها حبيبه معاه وهو بينفذ اللي احنا قلنا عليه ده ولا لا نعمل إحصائية كده يعني احنا النهاردة معنا خمس حاجات خمس مواقف لا تسأل ولا ترد فيهم لو حصلوا معاك يعني أنت إيه الموقف أو الصفة اللي بتلاحظ أن هي دايما متكررة من حبيبك في دول كم من خمسة يعني واحد اتنين صفر خمسة نكتب في التعليقات ياريت ونتشارك بقية مواقعنا اللي بنعمل عليها حلقات ولايفات وبنظهر فيها مع ركم الحاجز والاستشارات الخاصة اللي بيسأل عنه كل ده في وصف الفيديو أول تعليق وإلى اللقاء